الملف الثاني ويمكن سوشيال ميديا ابتدت تنشر كده حاجات بتعمل بلبلة وبتبقى حاجات مش رسمية وحاجات فيها نسبة كبيرة من الفابركة هو الامر مش بيخص النادي الالي تحديدا ولكن شغل بال كل الناس سواء الاهلوية او حتى مش الاهلوية بوست انتشر وخبر انتشر ان الاتحاد الافريقي حضر قيمة باسماء الاندية اللي هيتم استبعادها من المشاركة في الموسم الافريقي المقبل نتيجة ان الاندية دي عندها مشاكل في ملفات الترخيص طبعا مش منطق ان الكافي طلع لستة بقيمة اسماء الاندية اللي هتستبعد ده بدء زي بدء يعني كلام ده عصلا ما بيحصلش ثانيا وده خبر بقول لحضراتكم ان في مهلة الاتحاد الافريقي منحها لكل الاتحادات اللي بتخاطب انديتها عشان تحضر ملفات الترخيص ان كان اخر معاد لارسال شروط او ملفات الاندية 1-6 انا بقول لحضراتكم النهاردة ودي خبر جديد ان تم مد المهلة لـ 22-6 ففكرة ان فيه لستة بقيمة الاندية ممنوعة من المشاركة ده كله كلام يعني ايه شغل السوشيال ميديا كلام مش حقيقي ايا كان اسماء الاندية ممكن انا حتى مركزتش في الاسماء كتير لان انا شايف معظمهم اصلا كلام كتير مش هيبقى حقيقي وعلى الارض الواقع مش هيحصل فالكاف مد المهلة لـ 22-6 ادي واحد اتنين فكرة اصل الاندية دي عليها مديونيات وعليها قضايا وفي منع قيد الكاف في لايحة الترخيص حدد موعيد محددة لو انت عليك حكم نهائي من الكاس من المحكمة الردية الدولية ولو عليك حكم نهائي ام تتسوي الحكم ده عشان تقدم الملف بتاعك ويتم الموافق عليه ما يتمش رفضه فعموما كده دون الخطف التفاصيل انا عارف انها تفاصيل معقدة شوية بالبلد كده اي نادي اي نادي في القرى الافريقية عليه حكم نهائي صادر من المحكمة الرياضية بمستحقات سواء للاعبين او لاندية وهذا الحكم صدر من خلاله منع قيد تاريخ اصدار هذا الحكم لازم يكون قبل 31 مارس اي حكم صدر بعد 31 مارس ما يمنعكش من المشاركة في افريقيا يعني حكم صدر في ابريل ما يمنعكش من المشاركة في افريقيا بس لازم تختر الكاف ان انت في عندك حكم وانت لسه بتستانف ولسه عندك اجراءات قضائية لازم تختر الكاف لكن لو اي حكم صدر بعد 31 ما يمنعكش طب صدر قبل 31 الكاف بيديك مهلة المهلة دي امتى بتبقى لمدة 60 يوم قبل 31 خمسة لازم تقول للكاف انا سويت وخلصت القضية دي القيد اترفع او منع القيد اترفع من علي وهقدر اشارك او هقدر اقيد لعيبة وما عندش مشكلة هي دي المهلة اللي هي المتعلقة بـ 31 خمسة لو انت عليك حكم قبل 31 مارس ولكن عموما تم مد مهلة ارسال الملفات لـ 22 ست فالبوستة اللي انتشر والكلام اللي اتكتب في بعض المواقع انا بقول لكم كلام عاري تمام من الصحة مفيش اندية اتمنعت من المشاركة في البطولة الافريقية لسه معاد مد الملفات موعيد مد الملفات لغاية 22 ستة وبعد 22 ستة لجنة الترخيص سواء في الاتحادات الوطنية او الاتحاد الافريقيا تجتمع وتنظر في الملفات ولو لقيت فيه اخطاء هتختر الاندية والاتحادات الوطنية وبعدها يبقى فيه جلسة استئناف فالموضوع مطول ففيه قايمة باسمال اندية الكلام ده كله كلام يعني ايه شغل سوشيال ميديا مش حي